نورا أنت تعيشين في سويسرا، سويسرية تعيشين في سويسرا وتعلمين أن في سويسرا وعموم أوروبا صورة ذهنية مشوهة عن الإسلام والمسلمين تفجير، إرهاب، إلى آخره كيف تتعاملين بنقابك في هذا المجتمع بهذه الصورة الذهنية؟ لقد اتخذت قرار ارتداء النقاب بنفسي منذ فترة طويلة قبل أن تتفاقم مشاكل الإرهاب والاضطهاد لهذا الشكل الذي هي عليه الآن عندما بدأت بارتداء النقاب، لم يكن النقاب والإسلام سياسيين كما هو الأمر عليه الآن بالطبع، ارتداء النقاب ليس بالأمر الهين دائما في سويسرا علي أن أتعامل مع العديد من العقبات فمثلا لا أستطيع العمل وإذا تجولت في الشارع، فالناس يلقون علي الكلمات ويتفوهون بكلام بذيء وقد يحاولون ضربك كما أنهم يتجسسون عليك والعديد من الصعاب التي ستواجهها ولكن ما يعينك على التعامل مع هذا الأمر هو عندما توقن لماذا أنت تفعل هذا الأمر خلال عملي مع المسلمات في السويسرا فإن المشاكل التي أتعامل معها لا تتعلق بالنقاب فحسب فقد سمعت بالعديد من القصص المماثلة مع التي يرتدين الحجاب أيضا وهن يواجهن العديد من المشاكل في الشوارع فالناس يحاولون خلع حجابهن بالقوة ولا يسمح لهن بارتدائه في المدارس لدينا العديد من العقبات المماثلة وعموما هي ليست مشكلة تواجه النقاب فحسب بل مشكلة يواجهها الإسلام بشكل عام فالإسلام فوبيا بات ينتشر بين الناس الذين يخشون الإسلام ربما قبل أن أتوجه إلى الأعلام وأتكلم عن الإسلام في التلفاز والصحافة لم يكن هناك خيار بأن يكون هناك حوار بين النساء يرتدين النقاب وبين المجتمع لذلك بدأت التحدث عن حياتي ونظرتي للإسلام وعملي لأريهم أنني جزء لا يتجزأ من المجتمع وأن الإسلام ديني وحياتي ولكنني في ذات الوقت لست متهدة لقد قررت بنفس ارتداء النقاب وفخورة بكون امرأة ومسلمة من المهم بمكان التعاون من أجل الإسلام والتكلم معهم وأرى الناس في سويسرا وبقية أرجاء أوروبا التي تتحدث الألمانية أن النساء المسلمات لسنا متهدات وأنهن اخترنا النقاب بأنفسهن وخطوة بخطوة نستطيع فعل شيء ذاته مع موضوع الحجاب ونريهم أننا مسلمات ولكننا لسنا قابعات في المنازل أو جالسات خلف الستارة ننتظر قدوم أزواجنا نحن مسلمات فخورات بحياتنا ذات الطابع الإسلامي وأننا اخترنا هذا بأنفسنا ونستطيع التعامل مع هذا الأمر بأنفسنا مع ارتدائنا للحجاب والنقاب ترجمة نانسي قنقر